شاروخان الممثل الهندي الشهير بشر جمهوره باقتراب عرض فيلمه الجديد بعنوان باثان والاسم بالهندي يرمز لمجموعة عرقية في الهند اسمهم الباشتون قصة فيلم باثان حول حياة عميل سري يسافر كثيرا يقفز فيه شاروخان من الطائرة إلى البحر يفجر السيارات يتعارك مع العدو على سطح الحافلة تشاركه في الفيلم واحدا من أعلى الممثلات أجرا في بوليوود ديبيكا بادوكون يجب أن يحتوي الفيلم الهندي على غناء وعلى رقص حتى لو كان أكشن في السابق كان لابد من وجود قطار لا أعلم الآن وفي الفيلم أغنية دائما جميلة هذا الفيلم اسمها لون مخزن تتصدر الترند على يوتيوب في الموسيقى ارتدت فيه الممثلة ديبيكا زي سباحة باللون الزعفراني الأصفر القريب من البرتقالي فثارت حفيظة كثيرين في الهند بعض الناشطين اليمنيين خرجوا للشارع رفعوا شعارات ضد الفيلم ثم طالبوا بعدم بثه ورأوا أن هذا اللباس والرقص فيه إساءة للعقيدة الهندوسية ويجب تصحيحه أو حضره لكن هناك راهبا هندوسيا ذهب إلى أبعد من هذا هذا الراغب اسمه جاقادور بارامانس ذهب بعيدا حيث أنه هدد بحرق شاروخان حيا لقد جعل إهانة عقيدتنا وسيلة لكسب المال وعندما تهان عقيدتنا فسيتم إصدار حكم بالإعدام وأنا بنفسي سأحرق شاروخان حيا إذا رأيته مسيرة شاروخان غنية عن الذكر وهو معروف عالميا وعربيا أيضا لذا من الطبيعي أيتفاعل الجمهور مع مثل هذا الخبر إذا ما سمعوا به تهديد بالحرق بلوسوم يقول أحسنت القول لا يجب أن يسمح لأي شخص يسمح بالإساءة للهندوسية مهما كان سواء سياسيا أو فنان مثل شاروخان ماهش ماهش يقول الألوان لا يجب أن تكون مرتبطة بأي دين أو فكر هذا غير منطقي من سيشرح لهؤلاء أن الألوان ليست حكرا على أحد شيلي قالت هذا الراهب لا يريد سوى أن يصبح مشهورا لنقل أفكاره المتطرفة وأخيرا حصل على ما يريده لأنه ذكر اسم شاروخان أما ناصر فقال إذا كنت تجد هذا الفيلم مسيئا لك ولما بادئك لا تشاهد أنت لا تملك هذا اللون زي حق يقول تصريحات برامانس مضحكة لكنها تعد تعديا صارخا للقانون ويجب إلقاء القبض على هذا الشخص فورا السبب الذي دفع الهندوس للغضب هو أن هذا اللون مقدس لديهم وهي يرمز إلى النار التي تحرق الشوائب للنقاء والتضحية من أجل العقيدة هو لون الكهان ورجال الدين يلبسونه دائما ويدل ارتداؤه على البحث عن النور اشتركوا في القناة